بسم الله الرحمن الرحيم هاني حسين هاني بودكاست دوت كوم الحلقة رقم 134 من هاني بودكاست هاي الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حلقات سلسلات السنة الجديدة تمام؟ عملنا شوية حلقات منه إحنا بداية السنة وأتمنى أنها كانت مفيدة لإلكم هاي الحلقة الأخيرة هاي الخلاصة هاي النهاية تمام؟ هاي الحلقة يا جماعة فعلا أنت مش محتاج ولا إشي تاني من أمور التخطيط والتفكير هاي الحلقة امسك اللي هقولك عنه وعمله والله العظيم هاي هي الحلقة اللي ما بتحتاج غيرها عشان تبدأ التنفيذ والمهام وتشتغل عن جد فأتمنى لو أنت في مكان ما فيهوش تركيز ما تسمعي الآن خلص أنت عرفت أنها موجودة حط عندك تاسك وخلي في وقت معين مش عارف كم طول هاي الحلقة واسمعها بكل تركيز ولو فيه وراء وألم اكتب 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 الأفكار اللي حتطلع لك واكتب الخطوات اللي حولك عنها تفقنا؟ طيب يلا بسم الله طيب أنا بحب دايما في الأمور اللي بيكون فيها زي هيك شرح شوي وفيه تفصيلات أني أحط ميتافور أحط زي هيك سيناريو وإحنا بنتخيل هذا السيناريو وإحنا بنشغليه مع بعض تمام؟ عشان هذا بيحسن جدا فهم المواضيع بشكل كامل وحتى لو فيه تفصيلات فإنت رابطه مع الميتافور فبنتثبت معك أكيد إن شاء الله أوكي؟ إيش الميتافور تبعنا؟ ببساطة تخيل إنه في أمامك جبل عالي وآخر الجبل من فوق هو هذا هدفك هو يعني لما توصل فوق هذا هدفك تمام؟ هلأ بدي أحكي لكم عن الخطوات والأمور لازل تكون موجودة عشان توصل لهذا الهدف وكيف تعملها بالضبط بتخيل هذا الميتافور طيب نبدأ الآن بأول إشي قبل ما تبدأ التسلق اللي هو بيعملون ناس هيك من غير ما ينتبهون لازم يكون في عندك أشياء موجودة عشان تساعدك إنك أصلا تبدأ التسلق صح؟ لو جينا فكرنا هلأ أغلب الناس قلوا تعالي تسلق جبل هايقولك لأ ليش لا 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 صعب لا 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 صعب جدا أنا عمري ما عملتها لا 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 إذا أنا معيش أدوات لا 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 أنا عضلاتي ما تسمحش لا لا أنا معيش فلوس كده أطلع فوق واحد الله لا 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 إذن أصلا أصلا قبل ما تبدأ تعمل إشي في رحلتك إنك تغير حياتك لازم يكون عندك إشي اسمه البليف جدا مهم أنا آسف أنا آسف عارف إنه في منكم ناس ويحبوش هالأشياء بس لازم لازم من جوة تكون بتقول لحالك إيه والله العظيم أنا ممكن أطلع والله أنا متأكد إنه ممكن أوصل لفوق لازم هاي وإلا ما تبدأش لأنك لو بدأت من غير هيك عقلك حيصعب عليك كل خطوة حتمشيها وإنت بتتسلق الجبل حتكون خطوة جدا صعبة لأنه عقلك بيقول لك حتوقع حتموت حتنكسر لما حتت رجل لك هون الحجر حتوقع متذكر فيلم كذا آيوة الناس طلعوا ووقعوا متذكر مش عارف فلان الفلان اللي عمل كذا آي نسجن هاي ونسجن معرفش يعمل متذكر فلان حاول يطلع وقع واتيتم أولاده متذكر هذا عقلك حيضلو يحكي لك إياه وبالتالي قبل أصلا ما تطلع لازم يكون عندك هذا البليف لازم يكون عندك كامل جدا بكل شغفك وبكل حواسك إنه إيه والله العظيم اللي أوصل فوق غصب عن كل الدنيا بإذن الله تعالى اللي أوصل فوق هذا لازم يكون موجود طيب هذا عشان يكون موجود هل هي حماس وكذا ويلا ومع لا في كتير أشياء أنا حولكم عن إشي ظبط معي جدا 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 رهيب إيه شو هذا الإشي إشي أنا بسميه هون هتهون أوكي خلينا أقولكم هذا الإشي كيف وصلني أنا من ضمن الأشياء اللي اللي صعبة في حياتي إني أحافظ على جسمي أيوة هذا إشي من زمان صعب علي يعني صعب علي إني أحافظ على جسمي أحافظ على جسمي بوزن معين بشيب معين صعبة يعني طبعا واضح ليه لأنه مش من أولوياتي ولما كنت أضبطه كان من أولوياتي يعني لما يصير من أولوياتي أيوة تركيز كامل بيرسونال ترينر لدرجة إني ممكن أعمل حركات غريبة زي مثلا مرة جبت بيرسونال ترينر قلت له أنت كم بدك بدي كذا قلت له شاه في الرقم اللي حكيت وهذا ضيف خمسين بالمئة عليه بس عندي شرط واحد معلش طلبي غريب بس معلش خدني عنده علي بدك تيجي بسيارتك على باب البيت عندي عشان توخدني على الجم قال لي ليه طيب تدفع زيادة قلت له هيك لأنا عارف حالي أنا بدي ألتزم بالكامل وبالتالي لو أنت ما ديش عباب البيت أنا ممكن أعطيك أي حجة ممكن أنشغل بينما أنت عند باب البيت أنا حنحرج فحطلع معك وهاي جدا ضبطت معي كان هاي أحسن فترة جسمي فعلا يعني لين والبادي فات قليلة وعضلات وفترة رهيبة كانت ليه لأنه كان أولويتي لما بعد عن أولويتي صار صعب تمام لأني أنا فاهم وعندي البليف وبعرف وبسوي فسهل لما أركز طيب شو اللي صار قبل هيك قبل هيك شو اللي صار اللي صار أنه مرة وكونت وقتها أنا لسه بعدني موظف ويعني يا دوب اللي فلوسه كافيتني بصراحة اللي صار أنه مرة وأنا في جيم الكابتن شو قال لي كلمة هناك الله يسهل عليه كان اسمه آمال أيوه أيوه الشاب يعني ذكر بس اسمه آمال كابتن آمال تمام الله يسهل عليه لو يسمعني فقال لي كلمة قال لي أنت على فكرة ما تطلعش على هدول الأجسام والواو أنا إمتى حصير هيك قال لي هالتفكير غلط أنت بمجرد ما أول يومين يومين بس اتدربت وأكلت صحي حتحس في أنك بتعمل ببروغرس حتحس حالك تغيرت بس يومين التزم يومين تعال حتحس أنه جسمك صار يحب الوجع بعد التمرين وجسمك صار خفيف لأنك بتوكل صحي وحتحس أنه إيه والله فيه بروغرس والله صار الموضوع بالنسبة لي أحلى صارت أحس أنه أنا أحسن من أول فالموضوع مش محتاج أنك أنت تطلع على أجسام الناس هدول وتقول ياه بدي أصير زي هيك هلأ هاي الكلمة معينها عادية أنتوا سامعينها صح؟ بس ضربت معاي لأنه أنا بقولكم وقتها أنا مركز بدي أزود دخلي وبدأت أشتغل بس ما فيش دخل كويس لسه كيف ضربت معاي أني بقول زي أغلب المبتدئين ياه أنا لو أوصل لمليون هتتغير حياتي فلما الكابتن هذا قال لي هاي الكلمة أنا شو قلت لحالي يعني أنا مجدروري أطلع مليون أنا لو طلعت ألف هتتغير حياتي صح؟ وده لأ حبدأ أحس في البروكريس هاي كانت نقطة التحول اللي خلتني فعلا بليف إنه يا عن جد أنا ممكن أوصل أغير حياتي تمام؟ فهذا الإيمان اللي وصلني وصلني بعد ما عملت هاش شفت بس على طول قلت لحالي إيش؟ أنا الآن أصدق إنه أنا لو طلعت ألف حبدأ أشوف إنه حياتي بتتغير وفعلا جمعة لو فكرنا فيها والله العظيم فكر معي فكر معي أنت هلأ بتطلع كم؟ خمسمائة دولار؟ ألف؟ خليهم على خمسمائة اللي هو المعدل تبع الناس خمسمائة صح؟ في الوطن العربي خمسمائة ماشي وعايش عايش ممكن عليك ديون ماشي بس عايش طيب تخيل معي إنك طلعت تلات تلاف تلات تلاف مش مليون تلات تلاف هلأ ببساطة شديدة بتبدأ تشوف حياتك بتتغير يعني ببساطة شديدة بتبدأ تجيب سيارتك اللي نفسك فيها أنت معك سيارة ليه؟ لأنه عادي هنا فيه أقصات أنا ممكن أخلي أربعمائة دولار تلاتمائة دولار قسط السيارة يا سلام سهلة ما أنا بطلعت تلات تلاف يعني التلاتمائة مش هيعملوا إشي مع العلم وأنا ما بحبش هالموضوع ما بحبش تعمل حالك أقصات بس يعني بقولك هاي ها تغيرت حق صار فيه إشي تغيير فضيع بحياتك صح؟ هلأ ممكن تنتقل من البيئة والبيت والمدينة اللي اللي مكت فيتك واللي حاس إنك مش بسوط فيها لبيت تاني تغيير تغيير جذري في حياتك ممكن هلأ تستقل من وظيفتك اللي ما أخذ وقتك واللي المدير مجننك واللي أنت زعلان واللي أنت مش بسوط فيها تغيير جذري في حياتك إذن يا جماعة مش ضروري توصل لمليون لما تخير حياتك إنت ممكن تغير حياتك بمبلغ أليل جدا ممكن أي حدا يعمله تبدأ تشوف تغيير في حياتك هلأ هاي التلات تلاف اللي بتطلعها القليلة اللي هي تعتبر ستة اكس اللي أنت بتطلعه بس أنا ما بقول لك ميت اكس ستة اكس بس تمام هي عبارة عن ست عملاء بيتفعو لك خمسمية هي عبارة عن عشر عملاء بيتفعو لك خمسين ولا بيتفعو لك كم بيتفعو لك مية المهم يعني هدولا المبلغ القليل هاد هلأ أنت بإمكانك اتحوش منه يا سلام أنا ممكن أحوش منه كل شهر الفين يعني بعد سنة يكون معاي اربع وعشرين الف دولار يعني بعد خمس سنين يكون في البنك تبعي فيه ميت الف دولار تغيير حياة كامل بسبب الالفين هدول تب تخيل معاي صح إذن لما تطلع على الجبل ما تطلعش على القمة ما تطلعش عليها لأنك هتخاف هتقول لحالك أنا كيف بدي أطلع وهذا كله عمري ما عملت وما عنديش مهارات صح وده لأ خايف أوقع خايف أموت افرد صر لي كذا افرد إن حبست افرد زي فيلم اللي طلعوا في الجبل هدولا وماتوا من الثلج بعدين صير عقلك يطلع لك الأشياء طبعا ما هو العائل بيخرب علينا طبعا بينما لو تطلع على الخطوة اللي قدامك بس أول عشر خطوات بس عشر خطوات حلو أنا لو مشيت لعندهون حلو جدا هيك أنا هون هاي سهلة هتلاقي الدنيا سهلة هونها بتهون هونها خليها سهلة هاي جدا رهيبة في إنك تكون عندك خلص تصديق كامل تمام في إنه أنا ممكن أوصل تمام وهاي طبعا في كتب عنها طريقة الكايزين ومش عارفه بس أنا هيك أنا هيك هذا اللي فعلا خلاني أصدق عن جد في إنه أنا ممكن أوصل فيا ريت تفكروا فيها كامل مبلغ اللي لو حققته حتتغير حياتك تتغير حياتك يعني إيش يعني تشوف يعني اللي هو إيه إيه أنا عمري ما حوشت إيه أنا أنا عندي دين هلأ ممكن أسده شوي شوي وأرتاح ياه إيه شوى المبلغ إيه شوى وما تقولش لحالك أنت هلأ مثلا عدم مؤاخذة عايش مكان عادي وحالتك حالة ويدوب عارف تعيش وتقول لي أنا بدي عشر تلاف عشان أعمل فيلا لا حبي 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 اطلع على أول عشر خطوات أول عشر خطوات هتلاقي إنه بدك مبلغ قليل يعني ممكن توصلوا يعني فيه ناس كتير بيعملوه مش مليون ناس كتير بيعملوه هاي أول إشي تمام طبعا فيه طرق تاني كتير للبليف هادل بقولك عنه بس هاي الطريقة يعني أنسب إشي تعملوه هلأ اطلع على أول خطوات انت هلأ خمسمية راتبك طب ما بالك لو بتطلع ألف حلوة حلوة هتحوش ولا هتطلع ألف تروح تكبر اللاي في السالة بعدك هتصير ألف وتضلك زي ما انت لازم يكون عندك الذكاء المالي بإنه أنا أيوة أنا والله العظيم لو طلعت أربعة إكس اللي أنا بطلعه حتتغير حياتي حبدأ أشوف فيه تغيير في حياتي حبدأ أحوش حبدأ أستثمر في نفسي حبدأ أعمل كذا أعمل كذا أعمل كذا فحياتي حتتغير مليون بالمية وين كنت وين صلت تمام تمام طيب بعد ما نضبط هاي يا هاني خلص زبطنا هاي أنا عرفت المبلغ اللي هو فعلا حبدأ أشوف تغيير في حياتي الأليل هذا اللي أنا لقيته حبدأ أشوف تغيير في حياتي إذا بدك قاعدة في الوطن العربي خمسة إكس خمسة إكس بتغيير حياتك في الوطن العربي فعليا أنت بتطلع خمسمية وعايش يعني عايش مش يعني خمسمية وأنا نايم في الشارع لا أنت عايش تمام إذن ألفين ونص حتغيير حياتك تمام هلأ في أوروبا وأمريكا والبلدان الغالية أيوة عشرة إكس مش خمسة إكس بس هناك لأنه فيه فرص هناك لأنه الناس بتدفع هناك لأنه الأفر أو الإشي اللي بتبيعه هنا مية هناك ممكن تبيعه بستة مية عشان هيك عشرة إكس مش عشان إشي تاني تمام حلو إذن يا هاني لو أطلع أربعة إكس أو خمسة إكس أنا حياتي هتبدأ بروجرس التغيير خلص صح مش بتسمعوا فيه ناس بيقولك الأحلى إشي الرحلة مش النتيجة هي هاي أصدي عنها الرحلة إيه متى بتبدأ رحلتك رحلتك للوصول للحرية المالية إيه متى أنا بالنسبة إلي لما طلعت ألفين دولار ليه لأنه كنت أطلع تلاثمية والتلاثمية كانوا يتاخدوا أصلا على البنك يعني ما كنتش أخدهم أنا ياريت كنت أخدهم لما طلعت ألفين بدأت حياتي بالتغيير خلاص صرت أحوش صرت أروح وأجي صرت أسافر صرت أحسها لي غني صرت مثلا حدا من صحابي مدأي على عشرين دينار أعطيها عادي وكيس دنيها الشهر الجاي بدأت أحسها لي غني بدأت أحس أنه تلقى بنفسي كبيرة بدأت أسد أنه أنا حوصل يا معلم أنا هيني هيني بحوش بسوه أنا حوصل خلاص الطريق عندي صرت أوضح لازم هذا البليف يكون عندك مية بالمية طيب خلاص يهاني عندي أوكي يلا بدي أبدأ أتسلق طيب علشان تتسلق وانتبه معاي على ميتة فور الجبل هل أطلع هيك بإيدي من غير إشي؟ مش هيكون غباء هذا طبعا طبعا ممكن أوقع إذن لازم يكون في حبل مربوط من فوق لتحت هذا الحبل تربطه على نفسك عشانه إنت طالع تمسك فيه ويساعدك وإنت تطلع ماشي أغلب الناس بيقولك أوكي صح أنا بدي مساعدات عشان أطلع الجبل بدي مساعدات عشان أوصل لحرية المالية صح بدي مساعدات صح للأسف بروح يجيبوا حبل مش قوي واحد بس يعني ممكن وإنت بنص الجبل الحبل ينقطع لأنك أنت تقيل أنت تقيل وعقليتك تقيلة وإنت ممكن تكون لسه فيه سلبيات عندك ممكن يكون فيه عندك مثلا ديون فإنت تقيل فالحبل ممكن يتقطع وبالتالي إحنا ما بدنا حبل واحد إحنا بدنا ثلاثة مربوطين على بعض هيك علشان مستحيل ينفكه صح تربطهم على نفسك تربطهم على وسطك وإنت طالع في الجبل تمسك لحبل هذا وتطلع تطلع مستحيل توقع أقول لك لو وقعت وفلت إيديك مرة الحبل مسكك فما وقعتش الحبل ما سكني فترد تمسكه وتطلع طيب هدولا لحبال التلاتة إيش هم في البزنس وتغير حياتك كلها إيش هم ثلاثة أشياء هنحكي عنهم إن شاء الله هلا تمام أول إشي هو المهارات تمام هلا هنحكي عنها المهارات المهارات حبل قوي جدا جدا عشان تتسلق الجبل اتنين الأدوات الأدوات قوية جدا وبتخليك وبتساعدك وبتسهل عليك والحبل الحبل تبعك أنت ممكن يعني تشد وشد صغير بسبب الأدوات ينط لك عشر خطوات لأنها أدوات أدوات أونلاين أوتوميشن أدوات ثلاثة الإدارة المالية لأنه ما بدنا لما تطلع فلوس بسبب إدارتك المالية الغلط توصل فوق تلاقي حالك لسه بالنص تطلع 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 تلاقي حالك لسه بالنص ايه اطلع 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 يا جماعة أنا بجيب فلوس يا جماعة أنا بسوي وتلاقي حالك لسه في الأول اطلع اطلع في الأول وكتير ناس بعرفهم زيك بيكون شغال عدة سنوات كم معك في البنك 2000 دولار يا زلم وين 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 فلوسك بتروح والله ما أنا حارف يا هاني كتير ناس بعرفهم ايك طيب نبدأ واحدة واحدة المهارات ايش فكرة المهارات يا هاني وانتبهوا معاي الناس اللي ما عندهم مش مهارات الناس اللي بيجوا على سكول زي هيك وبعدوا قلولي يا هاني بعرش ولا ايش يا هاني مفيش مهارات عندي يا هاني انا لا انا لا 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 انا مش حاب بعمل هاي ما بعرف هاش انتبهوا معاي ايش فكرة المهارات خلينا نبسطها جدا 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 عليكم المهارات ايش معناها معناها انه انا بدي فلوس تفوت جيبتي طيب هاي الفلوس هاي الفلوس عشان تفوت جيبتي انا باخدها من شخص اخر وهذا الموضوع انا احكي لكم عنه دايما دايما بحكي عنه الفلوس مش موجودة بالهوى الفلوس موجودة مع ناس تانين طب انا بدي ايها توصل عندي اذا لازم يكون في عندي قيمة هاي القيمة تمام بتجيب لي الفلوس من الناس التانين غير هيك مفيش واحد اهبل هيعطيك فلوس مفيش واحد اهبل هيعطيك فلوس لازم في قيمة طيب هاي القيمة مقسمة الى تصنيفين التصنيف الاول اسمها قيمة الجمهور ايش يعني قيمة الجمهور يعني انه في واحد او شركة او موقع شايف انه انت عندك جمهور فهاي قيمة هاي قيمة كبيرة لو هاي مش موجودة شي على قيمة على قيمة النصب انه بيوهمك في اشي انت بتفكر انها قيمة تعطيلي فلوس بس هي مش قيمة هو نصب مفيش حدا هيعطيك فلوس من غير قيمة فاول تصنيف قيمة الجمهور يعني ببساطة شديدة لو انت بدك تروح على هذا التصنيف اذا بدك تبني مهارات تعمل لك جمهور لما يصير عندك جمهور الان اصبح عندك قيمة ممكن تطلع الناس وتقولهم انا عندي قيمة هاته فلوس طيب ليه هذا التصنيف حطيته لوحده انا لانه مش محتاج مهارات خطيرة مهاراته جدا قليلة يعني ببساطة شديدة انا ممكن يا هاني اكتب اكتب في حدا فيكم بعرش يكتب يعني في حدا فيكم بعرش يكتب لغة عربية او انجليزية لو هو بعرف انجليزي في حدا فيكم كتابة بس يعني انا ممكن يا هاني اعمل موقع اكتب 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 مدونة اكتب كل يومين اكتب مقالة اكتب مقالة افوت على مواقع الازنبية اشوف عن ايش بيحكو اروح اكتب في الموقع افوت على مواقع عربية الموجودة في السوق اللي أنا اخترته أروح أكتب عنه أكتب عنه أكتب عنه أشوف الأدوات الموجودة أكتب عنها أشوف الكلام موجودة أكتب عنه بس أكتب بس هاي تعتبر مهارة جدا بسيطة أكتب مقالات أكتب مقالات مهارة جدا بسيطة يا سيدي شوف مواقع ازنبية ترجم مقالاتهم وحطها عندك إيش رأيك مهارة هبل في الجبل مهارة عبيطة على رأي المصريين أنا باعتبرها مهارة عبيطة كل يومين 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 بس تمام لحد ما يصير كافي اللي انت بتعمله بحيث انه يفوت ناس عندك بس شفتوا ما أسهلها هيك انت بتبني جمهور طب بتبدأ تكبر القيم اللي عندك صح هاي هي طيب وانت ماشي في الشغل حتلاقي انه طب اوكي انا المفروض بدي احسن اطلع في جوجل اذا حتتعلم تول صغيرة اسمها جوجل سيرتش كونسول تفوت تحط موقعك تشوف الكلمات الدلالية اللي صفحاتك تطلع عليها تروح تعدل المقالة تكتب عن الكلمات هاي اكتر بس والله انا في مقالة عن عن اعشاب مش عارف ايش وطالع ايهاني مركز ستة حلو بدي اكتب لي كمان ست سبع تمن تسع مقالات عن هاي العشبة خلي جوجل تشوف انه اه انت مهتم يعني انت بتحكي عن هاي العشبة كتير خلي اصلي اطلعك مثلا مهارة عبيطة انا بعدني بحكي مهارات عبيطة مهارات هبل في الجبل فضلك اعمل هيك وحتلاقي القيمة تبعتك بتكبر اعمل قناة يوتيوب نفس الاشي ضلك حط فيديوهات 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 وانت بتحط فيديوهات حتلاقي ناس بيعلقوا هتمسك تعليقاتهم تعطيك افكار فيديوهات تعمل فيديوهات 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 لما الجمهور تبعك يكبر قيمتك بتكبر وبتصير لما القيمة تكبر هلأ في ناس حيقولك يا حبيبي انت عندك قيمة خدوا فلوسنا بس مواقع مدونات يوتيوب حساب انستجرام حسابات تيك توك حسابات بطيخ اي 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 شي هلأ واحد بيقول لي يعني هاي صعبة بقولك لا انت كذاب لان نفوت على جوجل هتلاقي ملايين المواقع لو صعبة مش هتلاقي ملايين المواقع ملايين الناس بيعملوا هالأشياء معناته ملايين الصعبة طب ايش مشكلتها بدها وقت نعم بدها وقت لكن مضمونة انا بعطيك ختمة ضمان انت والله العظيم هتربح فلوس لو انت مسكت بلاتفورم وضليتك تحط فيه تحط فيه تحط فيه تحط فيه الى ان يصبح كافي هلا ايه انت بصير كافي الله اعلم انت وشطارتك ما يمكن انت بتتعلم بسرعة الكافي هذا خلال اربع شهور خلال شهرين ما يمكن انت مثلا اعملت فيديوهات نارية انت شرت زي النار انت وشطارتك المهم ضلك اعمل لما يصير كافي بس يمكن انت اخترت سوق غلط يمكن انت اخترت سوق حلو بس بتعمل فيديوهات معفنة يعني غيرك بيعملوا احلى بكتير فليش الناس حتطلوا عليك المهم المهم انا بضمن لك ضليتك تعمل وتتحسم وتتطور مضمونة هاي خلاص هاي مهارات وطريق مضمون تجي فيه فلوس هاي اول تصنيف اي حدا ما عندوش مهارات انا بنصحك في هاي هاي بس تكون واعي انها بتواخد وقت انها بدها طولة بال طولة روح بدك تطول معها بدك تضلك تعمل اما والله بدي فلوس بعد شهر وانا مفلس ومعنديش مهارات مش عارف مش عارف شو اعمل لك مش عارف شو 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 مش عارف عندو بالله عظيم يعني مشكلة كبيرة في هذا التصنيف صعب مش هينفع معك مش هينفع معك طيب اوكي هاي الطريق يهاني هاي الطريق شو مالها والله العظيم حلو انا بدأت فيها اصلا انا المواقع تبعتي كلها هيك كانت زمانا فهي قيمة تمام حلو جدا اذا اول تصنيف للقيمة قيمة الجمهور فأي واحد منكم لاقي حاله صعب جدا يتعلم المهارات اللي من التصنيف الثاني هلا حتكلم عنها ولاقي نفسه انه بكرها وانه يا هاني انا بدي اربح فلوس بس يا زلم بديش اعود اتعلم وكورسات واشو ما بديش اعمل هيو الطريق هذا عندك هيو 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 قدامك مضمون مليون بالمية امسك بلاتفورم وضلك اعمل فيه وكأنه واجب عليك اقولك كأنه الحكومة غصبيتك لازم تعمل كل يوم لازم تغصبن عنك من غير فلوس غصبن عنك احنا ديكتاتوريين غصبن عنك وضلك اعمل غصبن عنك ضلك اعمل واتحسن لما الجمهور يكبر الان عندك القيمة اللي الناس هتدفع لك عليها فلوس هاي الطريق مضمونة 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 طيب الطريق التاني التصنيف التاني للقيمة ايش هو قيمة انه انا عندي فائدة مفيدة لالكم عندي قيمة مفيدة لالكم اعطوني فلوس بدالها اه هاي رهيبة قيمة انا عندي قيمة مفيدة لالكم يا ناس اعطوني فلوس بدالها هاي القيمة ايش بتتطلب اقناع شفتوا القيمة الاولى التصنيف الاول التصنيف الاول ما في اقناع ولا في انك تبيع ولا في انك تعمل حركات ومهارات ما فيش ما فيش انا ناس بيعرفوني ناس بدخلوا موقعي ناس بشوفوا فيديوهاتي فناس تانيين كليا مش هم نفسهم ناس تانيين كليا بيقول لك والله انا حاب جمهورك خد فلوس علشانه خدوا فلوس ورجيهم منتجي السبونسر خد فلوس وحط اعلان قدامهم زي جوجل ادسنس وزي يوتيوب وزي هدول بينما التصنيف التاني لا في اقناع في حركات في مهارات بدك تقنعني انا انا مش اهبل اعطيك فلوسي اقنعني انك حتفيدني بما معناها هيك معناها القيمة التانية التصنيف التاني هيك معناها اقنعني وهنا بتجي مهارات مهمة هاي هي مهارات عالية الربحية ليه؟ لانها سريعة ما بدهاش وقت صح؟ واغلب الناس بعرفوهاش بعرفوش يعملوها فقيمتها المضافة كبيرة صح؟ فمثلا لو انا بعرف اعمل فيديو بيعي هاي قيمة كبيرة هاي مهارة رهيبة اذا الان انا ممكن اعمل فيديو اقنع الناس يشتر اشي هيا ضبط صح؟ زي مثلا مهارة اني اعمل افر انا بمكن اعمل اشي افر هذا الافر عرض في اشياء وانا بعرضه بطريقة فنية حلوة وهذا طبعا مهارة هاي الطريقة الناس لما يسمعوها بيقولوا واو والله العظيم حلو بديها هاي مهارة بينما التصنيف الاول ما فيهوش هيك ابدا ما فيهوش الكلام هاي مهارة لازم تعلمها طيب مهارة اني اعمل الفانيلز هاي مهارة مهارة اني اعمل كوبيرايتنق مهارة خطيرة مهارة اني اقنع الناس مهارة اني اتكلم واحد ع tom واختشات واقنعو ايوه هاي مهارة هاي مش مش ما واحد يقوللي انا والله سبحان الله من يوم وانا صغير بقنع الناس لا لا يا حبيبي فيه سكريبت وفيه فن مفيش فيها موهبة هاي مفيش موهبة هاي فن فيه فن وفيه سكريبت وفيه حركات بتنعمل عشان تقنع الناس مش هبل هي فيه فن فيه مهارة فهاي مهار رهيبة انا يا هاني اتعلمت واحد لو دخل معاي المكالمة بالفن بالمهارة اقنع يشتري هاي مهارة رهيبة لان زي ما قلنا التصنيف التاني انت القيمة تبعتك بحاجة انك انت تقنع الناس لانه هما مش هبايل مش هبايل لازم يقتنوا عشان يعطوك فلوسهم التصنيف التاني هو هيك بده يعطيك فلوسه لازم يقتنع انه المقابل تبعك عن جد حلو هذا الاشي اللي بدك تبيعه اللي بدك تبادلهم مع فلوسهم ممكن يكون اليك ممكن يكون لغيرك افليت مزروري يكون اليك لكن المهم ما تأخذ هاي كعذر انك ما تعمل اشيه لانه لازم تقنعهم لازم تقنعهم حاليا الانترنت جعل الموضوع البيع اصعب من زمان حاليا الناس قبل ما تشتري الاشي ببساطة في ريفيوهات وفي جوجل اكتب وماذا عن المنتج فلاني وما رأيكم بهاني وما رأيكم الناس الان وعيها اعلى من زمان فما تأخذ حجة انه انا ممكن ابيع لغيري معاناته مش هعمل اشي لا بدك تقنع في كل الاحوال بدك تقنع بد يكون عندك عملية اقناع لان زي ما قلنا الطرف الاخر ليس شخص اهبل فمش هيعطيك فلوسه بدون ما تقنعه هاي الاقناع مهارات فهنا اذا اتجهت لهذا الطريق بدك تتعلم مهارات يعني يا هاني وانا بتسلق خلص بدأت الخطوة الاولى بدك تبدأ تتعلم مهارات ابدأ تتعلم يلا الخطوة الاولى كيف لازم تتمشى وين لازم اعمل خلينا تعلم عن الجبال الجبال هاي ايش احسن نقطة الواحد يبدأ يتسلق فيها طب ما هي المؤشرات اللي تؤشر انه هذا الحجر ضعيف فلو حطيت اجري عليه ممكن يوقع فيه طب ما كذا طب كيف اعمل طريق طب كيف ما اضيعش في الجبل كيف احط اشياء علشان وانا ماشي اعرف اني ماشي صح فكل هاي مهارات بدك تبدأت تعلمها فلو اخدت الطريق التاني ايوة عندك مهارات دك تعلم مهارات عائلة الربحية دك تعلم كوبيرايتنج تتعلم كيف تعمل موقع تتعلم مثلا كيف تعمل فيديو تبيع تتعلم مثلا كيف تعمل كيف مثلا تتكلم قدام الكاميرا تتعلم كل هاي المهارات مهارات بتساعدك على الطريق التاني تمام فهاي النقطة الاولى المهارات لو يا هاني انا ما عندي مهارات ايه مش عارف ما مش 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 إلك انك تعمل بيزنس عن جد يعني موظف مش إلك وعلى فكرة من ضمن المهارات الطريق التاني انك ممكن تتعلم مهارة وهاي هي اللي تبيعها تمام اوكي no problem يعني تمام عادي انا يا هاني تعلمت اعمل المنتاج هاي اللي بيحها ماشي اوكي على رأسي بس بدك تتعلم مهارة هلا عشان تبيعها بدك تقنع واحد يشتريها منك فارجعنا لانه بدك كمان مهارات تمام فانا بستغرب جدا من الناس اللي بيشوف مثلا اعلان ايه حلو monetize school يلا ده اشترك واشترك وبعد ما دخل جوا انا ما عنديش مهارات بقول له طب اوكي بتبني جمهور في عنا جمهور وفي عنا كذا لا هاي بتطول انا بدي فلوس سرعة طب التاني يلا مهارات انا ما عنديش مهارات طب ماشي تعلم منت يلا معانا في الـ school يلا تعلم لا بدعو دلس اتعلم انا بدي ايش بسرعة اجيب فلوس فاللي هو ما فيش رد ولما ما ردش علي بيزعل انتو فيش داعم وبتردوش علي غريب جدا وانا بدي ايزعل عشان يطلع لانو هذا الشخص انا مش هفيده فاطلع لو سمحت اطلع خلاص ما تكمل فجدا هذا الحبل مهم هذا الحبل اللي حيساعدك تتسلق لا غنى عنه كلما زادت المهارات اللي عندك زادت زادت القيم اللي عندك في السوق وبالتالي الناس هادت فعلك نقطة انتهى زود مهاراتك يا هاني ما عنديش مهارات اتعلم مهارات انا عاسف ولما اقول اتعلم مش قصد تشوف كورس اتعلم يعني اعمل يعني اعمل يعني طبق طبق اعمل شفت كورس الكوبي رايتنج اعمل اعمل كل يوم ادخل ايك واكتب لك كوبي اعمل كوبي تعلمت كيف تعمل فيديو سيلز فيديو للبيع اعمل واحد اطلع هيك واحك واعمل واعمل وفرجيني اياه لو انت في السكول واقولك اوكي غير هاي وغير هاي هيك لازم هيك تتعلم فتخيل انه يكون عندك مهارات كتير بيصير الموضوع اسهل مما يعني في بالك اصلا لانه الحبل هذا قوي حيخليك تتسلق بسهولة المهارات تمام طيب يا هاني وين اتعلم المهارات انا لانه هاني لانه عندي مونتايز سكول فمش هقولكم عن برامج تاني مونتايز سكول رهيب لهالموضوع رهيب لهالموضوع فيها كل المهارات بس الافضل من المهارات انه فيها متابعة مني انا بقولك شو تعمل بقولك لا ما تعملش هاي لا انس هاي لا سوي هاي لا هاي لا 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 اسمع ما تروحش هذا الطريق روح طريق تاني هذا جدا رهيب هذا جدا مناسب لانه في ناس بيعدوا فعلا سنوات وهم بيتعلموا وبيقول لي اسألني عن اي اشي في كذا انا بعرف اسألني عن هاي بعرف بس مش عارش جيب فلوس ايوة انت بدك منتور بدك واحد يقولك وين تروح وين تمشي يعني خلاص انت عندك المهارات بس لانك ما عملتهاش عمليا لانك مش عارف تعملها في ايش ما فيش طريقة واضحة فبدك حدا يقولك وين تعملها فانا شايف انه الاسكول احسن مكان اليك فانت هلأ لو بتسمعني وشايف انه هاي مشكلتك اسمع خطة بسبعة وثلاثين دولار ما فيش ارخص من هيك ادخل وابدأ حتبدأ تشوف بروغرس وانا بوعدك انه مستحيل لو بدأت تنفذ وتعمل مستحيل تحس انه السبعة وثلاثين خسارة مستحيل مستحيل لانه هاي اكيد اكيد فيها ارباح تمام فهاي اولا المهارات اذا يا هاني ما بدي اتسلق الجبل ابدا وانا ما عنديش مهارات ايوة صح ما تتسلق الجبل ابدا الا وانت عندك مهارات هذا لا يعني انه تتعلم مهارات قبل ما تبدأ لا ادخل لسكول خلينا اعطيك خطة انت عارف كيف تمشي الجبل وانت بتمشي اول خطواتك هاي اللي اتلك عنها اللي هي اول عشر خطوات هاي بتتعلم المهارات اللي بتخليك تمشي هيك الصح لانه انا ما بدي واحد نظري بس لأ هتشوف الكورس وتعمل ليه تعمل لأنه هذا الكورس هو اللي أنا قلت لك تشوفه عشان هتبدأ تعمل فيه تمام طيب خلصنا المهارات هاي أول حبل طيب لو مسكنا هذا الحبل لحاله هنوقع صح هنوقع لأنه تقيل إحنا تقال لسه إذن بدنا الحبل التاني المساعدات التانية إيش هي المساعدة التانية الأدوات إيش أنا أقصب لأدوات مش أصدي أدوات يعني جوجل درايف وهيك لا لا أصدي أدوات زي وإنت بتطالع الجبل بدك مثلا اللمبة هاي وتحطها على راسك هيك عشان تشوف بدك مثلا فاس عشان تخبط في الجبل يساعدك تطلع بدك مثلا شوز هيك جزمة كبيرة عشان تساعدك تطلع وتمسك ما تتزحلق هاي التولز اللي أصدي عنها التولز هاي هي أولا منتر هاي تول خطيرة هاي التول من أهم التول اللي أنا بستخدمها لما بدي أعمل إشي هب مين عامله مين عامله مين أحسن واحد أعمل اللي أنا بدي أعمله فلان تعالي يا حبيبي بدي أحكي معك هاي رهيبة التول كل ما بدي أعمل خطوة أنا عمري ما عملتها بدل ما عد أجرب وأخطو أوقع وأخطو أوقع وجرب وحط لا تعالي يا حبيبي قللي يلا قللي وأنا بعمل زيك هاي تول ممتازة فيا ريت وانت بتشتغل يكون في حدا معك بحيث انك تقول له هو هيك صح اللي عملته انا حتى على فكرة لو شفت كورس ممكن تشوف كورس وتعمل غلط عادي هو هيك انا عملت صح طب ايش اعدل وين الغلط الغلط في هاي اه يعني اعدل هاي بس ايوة طب تخيل فيش منتر انا عملت فيديو زي واحد بالسكول بعتلي زي هيك بيقول لي انا دخلت المتاعي سكول عندي فانيل بس مش شغالي كويس وكل ما اجرب بخسر 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 صرت خسران اكتر من 2000-3000 دولار تمام لما فرجاني الفانيل قتله اعدل هاي اعدل هاي قال لي انا عمري ما فكرت بهالاشياء كنت اغيره كله وطبعا ما هو انت مش عارف بدك تقعد تغير وتجرب عشان تعرف بدل ما تجرب خلي واحد يقول لك وعلى فكرة انا ما بدي اهين ذكائكم يا جماعة يعني انا ما بقول لك ايك عسنا تسجل بالسكول انا بحكي عن السكول لان هي اللي عندي يعني مش منطق اجي اقول لك عن برنامج احمد على فكرة احمد عنده برنامج روح وانا عندي برنامج يا فطبعا مدحي لك عن برنامجي طبعا تمام فانا ما باهين ذكائكم وما بقول لك لازم تشترك عندي انا بقول لك ايش الصح بشكل والله صادق جدا ومس ضرورة يشتغل عندي مس ضرورة يجي معاي مس ضرورة يشتغل معاي مس ضرورة تفوت على سكول اعمل اي اشي المهم هاي هي الطريق بدك منطر بدك واحد يقول لك وين الغلط وين الصح هاي طول خطيرة من غيرها هتتغلب من غيرها هتجرب لانه انت اول مرة تعملها هذا الطبيعي هتقعد تجرب من غيرها بصراحة تمام طيب الطول رقم اتنين الطول رقم اتنين هي ببساطة المساعدات اللي حتخليك تعمل اشياء بشكل اوتوماتيكي اربعة وعشرين في سبعة لانه احنا بشر من نام وكذا فبدنا اشي يكون شغال على طول هاي برضو مساعدات مهمة يعني مثلا انا بدي يكون في عندي صفحة كأنها سيلز بيرس كأنه قلنوا واحد ببيع هاي الصفحة واحد يدخلها الساعة اربع الفجر هتكون موجوده وبتبيع له واحد يدخلها الساعة اثنين الفجر موجوده وبتبيع له واحد دخلها ست الصبح موجوده بتبيع له هاي طول فانا بدي هاي الطول ما بصير اعتمد انه لما اكون صاحب ببيع لا بدك اشي وانت نايم برضو يبيع لك او على الاقل يعمل لك جزء من الاعمال في البزنس فبدك طول بدك اشي زي هيك هاي الطول صفحات الويب صفحات الهبوط طول زي كاش بروسيس بدك طول تبعت لك ايميلات مش ضرورة انت يدويا تصحى الساعة واحدة تبعت ايميل تنام بعد تصحى الساعة اثنين تبعت ايميل مش منطق مش منطق انه واحد ييجي مثلا يبعت لك على المسنجر ويقول لك انا بدي كذا يستناك لما تصحى وترد عليه مش منطق بدك طول بدك بدك اوتوميشن بدك طول تساعد على انه انا اونلاين فانا في اي وقت ادخل عندي هتلاقي هاي جدا مهمة الاوفلاين غير الانلاين تمام فوجود طول قوية هتخليك تسحب الحبل هيك زي ما قلنا تنط عشر خطوات هاي جدا مساعدة بصراحة تمام فبدك طول تعمل لك هيك هاي رقم اتنين اذا يا هاني بعد ما اتعلم مهارات او وانا ماشي بتعلو المهارات لازم مع المهارات هاي يكون في معاي منتور ويكون معاي تولز اه تساعدني على الشغل اونلاين يتخلي الانلاين تمام وعلى فكرة هاي التولز يعني ممكن تكون حساب في انستجرام قناة في يوتيوب اه صفحة هبوط موقع متصدر في جوجل اعلان هاي كلها تولز بدك اياها او بدك اياها نقطة انتهى اوكي هاي التولز انت بتحتاجها في الشغل نقطة انتهى مهما تكون بتشتغل بدك اشي يساعدك على انه توصل للناس علشان القيمة اللي عندك تعرف تقنعهم فيها لانه من غير هاي التول انت حتضطر انه اتلاقيه في الشارع عشان تقنعه وما فيش مجال تاني بينما لو فيه تول يعني فيه واتساب يعني فيه ميسنجر يعني فيه تيليجرام يعني فيه زوم يعني فيه صفحة هبوط يعني فيه وبينار يعني فيه فيديو تقنع الناس فيه فيه موقع ما تصدر في جوجل الناس بتدخلوك منه ليل نهار تول مهمة اللي هازم تكون موجودة تعام وانا بصراحة بجاهز لهاي الحلقة التول انا عارف انها جدا مهمة بس خايف انه اخليكم تزعلوا من هاي الكلمة انه احنا لازم نتول بس قلت لا الصح صح الصح صح انت فعلا بدك بدك هذا النوع من الاشياء اللي بتساعدك تعمل اضعاف النتائج بمجهود صغير اللي هي التولز الانلاين هاي اوكي طيب رقم ثلاث بعد يهاني ما بدأت اعمل المهارات وبتعلمها وهاي المهارات الان بتساعدني اطلع الجبل وماسك الحبل تبعها وبعدين وانا بعمل المهارات حطيت التولز هاي اللي بتساعدني اطلع اسرع وهلأ انا ماشي ايش المشكلة هلأ الخطيرة انه انا ممكن ابدأ اشوف بروغرس لكن كله يضيع بسبب عدم ادارتي للمال الصحيح عدم ادارتي للمال بشكل صحيح وهنا مشكلة كبيرة في كتير ناس بعرفهم بيطلعوا فلوس بستعال اخر السنة معوش فلوس بسبب ادارة الاموال الغلط مفيش غيره هذا هو السبب ايش ايش اصدي انا ادارة المال ايش اصدي اصدي انه نكون متأكدين انه الفلوس اللي بتجي لنا هاي الفلوس نستخدمها استخدام يجيب لنا فلوس اكتر هاي تمام طبعا الها معاني كتير وفي حلقة في البودكاست اعتقد اعتقد رقمها 128 في البودكاست عن ادارة المال شوفوها جدا جدا مفيدة جدا مفيدة هاي الطريقة رهيبة يعني عملوها لكن هاي الحركة او الحلقة معناها اللي انا بحكيها اللي هو كيف استخدم المال بانه يجيب لي مال اكتر وهون ابدأ قولكم عن قاعدة لما صدقتها ودخلت مخي غيرت لحياتي القاعدة هايش بتقول انتبهوا جدا معاي عقلية اصحاب المال المليونيرات اصحاب المال كيف بفكروا المليونير او صاحب المال لا يهتم بما سيدفع ولكن يهتم بما سيخسر لا يهتم بما سيدفع ولكن يهتم بما سيخسر يعني انا زمان كنت اطلع خمس ثلاث تمام ومبسوط خمس ثلاث حلوين خمس ثلاث ولا عندي تيم كبير عندي مساعدة كانت بس لحد الان معاي يصم الله عليها وبس يعني فيش مصاريف كتير يا معلم وفيش عندي ادوات كتير هي شوية هوستنج وكذا يعني حكي فاضي مبسوط ربح الصافي من الآخر تمام لما سمعت هاي القاعدة وطبعا سمعتها في كوتشنج مع واحد مش يعني سمعتها على اليوتيوب على طول قلت لحالي يعني في واحد بيعمل اللي انا بعمله هو نفسه نفس العمل الانوية تمام وبيطلع عشرين الف يعني انا بخسر كل شهر خمس تحشر الف هيك معناها يا 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 كوتش قال لي ايوا هيك معناها انت بتخسر كل شهر خمسة عشر لانه في واحد بعمل زيك بيطلع عشرين اذا انت طالما بتعمل نفس اللي بتعمله حتظلك تطلع خمسة وبالتالي حتخسر كل شهر خمسة طب في واحد بيطلع خمسين بتخسر كل شهر خمس واربعين هنا بدأت الفكرة فاتت جوه لي يعني انا الاشياء اللي بعملها التي اوصلتني الى هنا هي نفسها لن توصلني الى هناك منطق اذا لازم اغير طب كيف اغير شو اسوي يعني كيف اوصل كيف اغير شو اعمل احكي مع اللي بيطلع عشرين واقول شو بتعمل ارو اعمل زيه ولا اسهل من امها ولا اسهل منها سهلة وهذا اللي عملته فهل زمان قبل ما هاي الفكرة تتمخمخ في مخي وطبعا انا بقولكم عن اشهر وانا بتهاوش مع نفسي عشان الغي هاي الفكرة خلص واصدقها تمام اه كيف فكرت قولت طيب انا المفروض انا عقليتي بدها تكون مليونير صح انا لا اهتم بما سادفعه بل بما ساخسره يعني انا بخسر هلأ خمستاش لو انا دفعت تلات تلاف وتسبب ذلك انه دخلي يزيد من الخمسة الى عشرة اذن انا ربحان طيب لو دفعت تلات تلاف وتسبب ذلك انه دخلي يزيد من الخمسة الى سبعة يعني الفين بس بالشهر بالشهر برضو انا كسبان لانه خلال شهرين هطلع اكتر من دفعت اذا يمعلم شو ما ادفع مهما دفعت انا هطلع اكتر اذا ادارة رأس المال شك صح انا فلوسي هتجيبلي فلوس اكتر نقطة انتهى هاي اللي غيرت حياتي هاي اللي غيرت طريقة صرفي للمال بس صرت اطلع على الاشي تعال انت تعال انت انت التول تعالي هاي التول انا لو استخدمت كم حدفع ميت دولار بالشهر حلو شو هتعمل لي هتعمل لي صفحاتي تعمل لي كزا هدولا كم حيجيبولي اوه ويجيبولي كتير ادفعي هاني بس طيب هل بدي من اول شهر اطلع لا 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 مده طويل مده طويل ما هو فكرنا ما هو يعلم خمسة عشر الف بالشهر فكرنا خلص انا لازم اعمل اشياء غير الاشياء الموجودة انا لازم اعمل اكشن غير الاكشن الموجود فخلص مده طويل تمام اجا واحد هذا الواحد بيعمل زي اللي انا بعمله لكنه بيطلع خمسين الف وانا بطلع عشرة اذا تعال ادفع لي خمسة الاف اتفضل ليه لانه انت لو خليت دخلي انتقل من العشرة الى 13 بس انا خلال شهرين هطلع اكتر خلص سلام عليكم طيب لو تزدلي ثلاثة بس بعد مش شهر بعد سبع شهور برضو انا ربحان انا دفعت ثلاثة وبعد سبع شهور طلعت اكتر برضو انا ربحان يعني يعني يا جماعة انتم فهمين عليشي بحكي صح انا بدفع مرة وحدة والنتيجة مدى طويل فانا ربحان يعني الفلوس اللي دفعتها هتجيب لي اكتر نقطة انتهى شايفين معاي صاح الفكرة فبساطة شديدة لما لما تبدأ بانك بتطلع فلوس خلص بدأت تطلع بالجبل ومهاراتك صار الها قيمة ففي ناس بتفعولك عليها تمام وعلى فكرة بعد ما اخلص التلات نقاط هاي هحكي لكم مثال واضح يعني شو شو تعمل ان شاء الله هلا انسب وقت اني فلوسي هاي اللي بطلعها عشان اضمن هتجيب لي اكتر استثمر فيها استثمر هاي الفلوس في نفسي انسب مكان في الدنيا ليه لانه هذا المكان اكيد هيجيب لك نسبة عائدات اكتر مع المدى الطويل يعني انت حطت فلوس في اشي حطلك فلوس اكتر فانت ضامن الفلوسك بتزيد هاي ادارة رأس المال انا بحط فلوسي في اشي انا ضامن انه بزيد نقطة السر هاي نقطة السر فدايما لما بدك تفكر في مصروفاتك خلي عقلك زي المليونير انا ما بهتم باللي حدفعه انا ههتم باللي حخصره بس انا يا هاني هلأ لسه ما عملت بزنس وبعدني موظف ورات بخمسمية طيب في واحد ما كان عنده بزنس ومبتدئ بعدين بدأ يشتغل وطلع عالفين فيه اه والله فيه اذا انت يمعلم بتخسر الف ونص كل شهر الف ونص كل شهر كل شهر يعني خمس شهور اضرب خمس شهور في الف ونص سبع تلاف ونص دولار انت خسرت هلأ ممكن واحد لكم يضحك هون الفرق اضحك يضحك هون الفرق هون الفرق لما انا اتعامل اني انا بخسرهم عن جد اذا بدي احط حل عشان اجيبهم بدي اعمل حل انا بخسر انا بخسر انا حفوت السجن لو اظن اخسر كل شوي هيك 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 العقلية تكون عندك كأنك فعلا بتخسر وقتها هتقول لها لك اذا انا لازم اغير لازم اعمل ايش تاني لازم اسوي ايش تاني لازم ابدأ لازم اعمل لازم اسوي لازم اتعلم مهارات لازم اسوي لازم اغير الاكشنز اللي حاليا انا بأعملها وصلتني لهون مش هتوصلني لهناك وانا بخسر بدي لازم اوصل بدي اخسر بديش اخسر الالف ونص بدي اطلع ع 있기 عشان ما اخسرش فهمين عليه صاح هاي هي القاعدة اللي وصلتني للمبارد بطلعها لانه ببساطة شديدة انا بديش اخسر تمام كيف هاني بتعملها ببساطة لما ادفع اشي بس بتأكد انه هل هذا الاشي على مدى اشهر حيجيب لي اكتر اه سلام عليكم بس وطبعا لما انت بتتطور بصير اللي بتدفعه اتطلعه في ايام مش في اشهر بس في البداية ايوا ممكن ياخد معك وقت صح صح يعني فيه ناس بياخدوا عندي تدريب بتفعه لي مثلا اربعمية اول شهرين ثلاثة ما بطلعوا اشي معلش ما انت جديد انت مبتدأ انت عمرك ما عملتها بس اللي تكون متأكد منه انه ايوا انا هاي اللي هاني حكالي اياها الاشياء اللي هاني حكالي اياها لو ضليت اعملها وان شاء الله سبع تمن تسع عشر شهور اكيد هطلع اكتر من اربعمية اذا انا بعمل استثمار ناجح سلام عليكم لو ضليت تعمل هيك طول حياتك مليون بالمية فلوسك حتزيد منطق منطق رياضيات انا ما بتكلم عن علوم طاقة و رياضيات منطق منطق اذا ده كل ما ادفع جيبت اكتر خلص مليون بالمية انا حربح فلوس هاي جيبت اكتر بعد يومين بعد شهرين بعد سنتين الله اعلم انت وشطارتك بس المهم انه انا متأكد اللي اضليت اعمليك حجيب اكتر خلص كلمة السر نقطة كلمة السر كلمة السر جمع هذا الفرق بالمليونير مش مليونير عشان هيك المليونير ممكن يحط مثلا كل شهر خمس سلاف دولار في الاسهم الاسهم يا هاني بتطلعش اشي اه بتطلعش اشي بس على عشر سنين انت بتجيب فلوس اكتر خلص اذا انا متأكد فلوسي بتزيد بس انا متأكد فلوسي بتزيد خلص شو شو بدي اكتر من هيك تمام حلو وطبعا ياريت تشوفوا حلقة ادارة رأس المال حلقة 128 اعتقد او 129 مش عارف بالطبط معلش اه هتعرفوا كيف يعني التفاصيل تبعت ادارة رأس المال اكتر هتكون كثير مفيدة للكم طيب هيك يا جماعة صارت الميتافور والفكرة انها واضحة صح واضحة جدا انا في الاول بدي اعمل التصديق قادر قلت عليه لازم يكون عندي البليف صح فانا شايف اول خطوات فانا عارف الرقم اللي حيغير حياتي فلما بدي اجي امدأ هس ابدأ ابدأ في المهارات المهارات اللي هتصنيفين حكينا عنهم اختار طريق منهم وابدأ في مهارات وامشي وانت بتمشي هتلاقي نفسك انه ياه الموضوع متعب انا بدي تول فهونا بتبدأ التول يا اما تيم يا اما مساعد يا اما تول اونلاين حساب في السوسيال ميديا واتساب واحد صاحبك داينك هاي تول برضو بنك عدق قرض شركة معينة قالت لك خد منتجي وبيعه تول بدك تول تساعدك وانت ماشي تمام وبعد هيك تبدأ تطلع رقام خلاص انا بدأت اطلع بدأت اقرب من الرقم القليل اللي اتفقنا انه هيغير حياتي هلأ ببدأ ادير رأس مالي صح يعني مش ااخد الفلوس واصر اصرفها كلها لا بدي اصرفها على اشياء حتجيب لي نسبة عائدات مع الوقت ليه بقولك مع الوقت لانه انت لسه مبتدئ انت لسه ما دربتش اشياء كتير انت لسه ما عندكش التجارب والخبرة في انك تعرف هاي الاشياء تسوي تجيب نتائجها بسرعة فبدك وقت وطبعا المنتور من التولز الرهيبة اللي بيقولك وين تحط الفلوس تبعتك لها يا سلام رهيبة حلو هيك انا ماشي ستيدي رهيب ستيبل مية المية وعلى راسي وهيك حتلاقي نفسك بروغرس واضح وانت بتمشي انه يا جماعة انا بقرب انا بقرب انا بقرب قربت على القمة قربت على القمة انا هاي دي ماشي انا بقرب انا مكنتش اتخيل اني بعد سنة يكون معاي خمسة عشر الف دولار هيك محوشهم مكنتش عمر ما عملتها هاي بروغرس بروغرس في واحد بالسكول معاي قال لي اقول لك عسر بيقول لي هلأ والحمد لله انا بطلع تقريبا بالسنة 30 الف دولار واحد من الاردن قال لي بس بتعرف امتى انا حسيت اني وصلت قطلو امتى قال لي لما اسمعت لك فيديو او حلقة او لايف مش عارف يعني ناسي وقلت يا جماعة ابدأوا حوشوا وخدوا منه جزء هذا التحويش وستمروا بحالكم قال لي بدأت اعمل هيك بعد سنة معاي 3000 دولار قطلو طب وين الانجاز بعد سنة قال لي لا انجاز عمري ما عملتها عمري ما تخيلت انه ديوني مفيش ديون ومعاي 3000 زيادة هيك في البنك قال لي هاي اللحظة هاي اللحظة هي اللي بدأت فيها خلص انا سدعت وبدأ بكمل فعشان هيك هلا بطلع مبلغ اكبر هي هيك جماعة هي هيك فاعمل هيك تمام طيب خلنا اعطيكم سيناريو اعطيكم مثال تشوفوا التصنيف الاول تبع المهارات احنا اتفقنا عليه خلاص هذا تصنيف بتفوته ابن جمهور ما بندوش شرح يعني طيب تخيلوا واحد اختار التصنيف الثاني هذا الواحد مثلا بيطلع هلا خمسمية دولار اختار التصنيف الثاني راح دخل على التصنيف الثاني ويلا بدي ابدأ هلا اول ايش طبعا بدي يفكر فيه هو الوضوح ايش بدي ابيع ايش القيمة اللي انا بدي اعملها عشان الناس تعطيني محلها فلوس وهنا طبعا هو يا اما لحاله راح دور وعمل وسو وعمل ودور وقرر وكذا او الافضل انه استثمر اشي بسيط زي 37 دولار ودخل لسكول وقال لي وقلت له وخلال يومين ثلاث خلاص عارف شو بدو يبيع خلاص سلام عليكم انا المشكلة ممكن تاخد معي اشهر حليتها بيومين معهاني خلاص عارف شو بدو يبيع وتعلمها وبالتالي بدأ يتعلم المهارات هذا كله جوا الاسكول ما دفعش زيادة وبدأ هلا يتعلم مهارات وبدأ يطبق فيها ويوري هاني ايو حلو وورينيها يورينيها سوي ليها خنشوفها لا اعدل هنا اعمل هنا وصار يتعلم مهارات ويمشي زي ما قلت لكم هذا ممكن ياخد معي يومين تلاتة سبوع سبوعين شهر شهرين هو وشطارته هو وشطارته تمام انا لما اتكلم مع مبتدئ مستحيل اعطي توقيت لانه هو وشطارته فعلا انا ما بعرف ايش عقله ما بعرف كيف يفكر ما بعرف وقته بينما لما احكي مع واحد من العملاء تبعيني الكبار اللي بياخدوا اشياء غالية لا انا بعطيه توقيت وبقول له بدك في كذا تخلص لانه المفروض هو واصل مرحلة خلص انا عارف شو لازم يعمل فالمهم هذا الشخص بدأ يتعلم المهارات وهاي المهارات عمل افر وتعلم كيف يسوي له وتعلم كيف يقنع طبعا وانا اقول له شو يعمل وعمل وصيلة الاقناع اللي هي بالنسبة لالسكول اسمها التحويل انا بسميها لانه انا بنحول الناس من ناس مجرد مهتمين الى ناس مشتريين فتحويل وعمل وسيلة الاقناع ووسيلة التحويل وبدأ يعمل الترافك اللي انا حكيت له عنه وشاف عنه كورسات وتعلم مهاراته وبدأ يدخل الناس وهدول الناس مشتروش بس هو عارف فكمل ومشتروش فعارف فراح كمل وبعدين قال لي ايش الغلطة هون رحت شفت قلت له ايش رايك نعدل هاي انا شاك في هاي عدلها راي عدلها وكمل وعمل وما ربحش ورد رجع علي طب تاع نسوي هاي طب تاع نعمل هاي طب اسمع خليني اشو المسجات تبعتك انت شو بتحكي لهم بالتسوية اه لا اغير هنا وغير هنا وغير راح اغير وكمل 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 وانا متعمد احكيها كتير وضايقكم كمل بعدين لما صار الموضوع كافي جاب المبيعة وهنا ضربت اللمبة تابعته اللي هو وجدتها فعلتها هاي الحركة اغلب الناس ما بيوصلوها هذا الشخص وصلها لانه هو فاهم واعي هلا زي ما باع البيع الاولى وخلص عمل الاثبات انه انا بعت هلا ما عليه الا انه يجيب عدد كمان فراح كمل وعمل خلص اثبت الموضوع انه نباع كمل وعمل اجلس المبيعة التانية والتالتة والرابعة والخامسة هلا بدأت حيات تتغير خلص حتى قبل ما يجيب المبلغ اللي بدويا خلص لانه خلص ببيع خلص صارت عنده عارفين ايش يا هاني انا لما اعمل واحد اثنين ثلاث ببيع هاي احلى معادلة في البزنس لو وصلتها انت كأنك حطيت شي كيك على بياض وبدك تكتب فيه انا يا هاني خلص اثبات لما اعمل واحد اثنين ثلاث اربعة ببيع فهلا ما علي الا اني اعملهم كتير وابدأ اخط عليهم تولز وابدأ ازيد عليهم اشياءات وابدأ اعمل كذا وهيك هبيع اكتر واكتر واكتر بس حيلاقي انه صار هلأ بشكل عادي وطبيعي ببيع عشر عملاء خمستاش عشرين كان ببيع بمية صار ببيع بميتين صار طلع اربعة الاف دولار وخلص والله العظيم يا جماعة انا لا ابالغ هاي هي اللعبة والله العظيم يا جماعة هاي هي اللعبة هي هيك فانا طولت عليكم سامحوني هاي اخر فيديو بالسلسلة خلاص من المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نكمل حلقاتنا كالعاد ان شاء الله اللي هي هتكون قوية مجهز لكم شوية حلقات ومواضيع جد بتغير بتغير الدنيا كلها ان شاء الله وحيكون فيها اشياء عملي كمان كتير ان شاء الله فبس اتمنى ان اكون فتكم واتمنى انكم مملتوش مني ومن كلامي ومن طريقتي والله اعطيكم العافية ربي ونراكم في الحلقة جديدة والسلام